اشتركوا في القناة شنتها مقاتلات التحالف على تجمع لهم في اطراف المديرية المصادر الميدانية ذاتها اوضحت ان الغارة اسفرت عن سقوط عدد من الجرحة فيما شهدت عربات الميليشيا تهرع الى المكان الذي استهدفه القصف الجوي في الجبهة المقابلة بمحافظة البيضاء تحديدا لقي القيادي الحوثي ومسؤول الامداد والتسليح خالد سيلان مصرعة مع عدد من مرافقيه في غارة جوية في منطقة الطفة قيادي حوثي يدعى خالد مبارك لقي مصرعه في مديرية المسلوب بمحافظة الجوف ويعد مبارك المشرفة العسكرية للميليشيا في المديرية وبحسب مصادر عسكرية فان مبارك قتل مع عدد من مرافقيه اثناء المواجهات الاخيرة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية المسلوب غرب المحافظة ورغم الخسائر العسكرية التي تتلقاها الميليشيا الا انها تواصل ارسال مزيد من التعزيزات المسلحة في مسعى لوقف التقدم العسكري لقوات الجيش والمقاومة